رجل الميكالي المدير الفني المنتخب أولمبي طلب جلسة مع مرسل كولر المدير الفني للنادي الآلي عشان يحل أزمن مشاركة لعبي الفريق أمام فريق إسواتيني المنتخب إسواتيني يوم 23 أكتوبر الحالي في التصفيات المؤهلة لأم أفريقيا والمؤهلة أيضا لأولمبياد باريس 2024 والمنتخب الأولمبي بيدم من لعب النادي الآلي كل من حمزة علاء وأحمد سيد غريب ومحمد أشرف ورقفة خليل ومحمد مغربي الاتنين هيعودوا مع بعض اتنين مدربين مدرب منتخب الأولمبي ومدرب النادي الآلي عشان يشوفوا حل يقدر بيه منتخب الأولمبي يستفيد من لعبي النادي الآلي في هذه المواجهة المهمة مجهتين يوم 23 ويوم 30 أكتوبر الجاري كل التوفيق الأمور تعدي إن شاء الله وتبقى ما فيش أي أزمة